لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون أوفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا مولا يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة يا ما ينغسله دم والتراب كافور ونسج الريح أكفان والقنى الخطي نعشه وفي قلوب من والا قبر يا عبرة كل مؤمن ومؤمنا يا غريب يا مظلوم كرول ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لا يبعدن وإن تغير مألفون بالجمع كان يؤلف الأحباب ولقا يا عيد وقفت فما وقفنا مدامعي في دار زينب بل وقفنا ربابا وذكارت حين رأيتها مهجورتين فيها الغراب يردد التنعاب يا أبيات آل محمد لما سرى منها ابن فاطمة فعدنا يا بابا بقيت تلك المنازل خالية موحشة منازل منازل كانت نيرات بأهلها فأضحت عليها غبرة وقتاموا منازلنا هل بعدنا من ينوبنا وهل غص بالأضياف فيك مقام ألا لا تزان الدار إلا بأهلها هيايا على الدار من بعد الحسين سلا يا 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 سعد الله قلب فاطمة العليل تنظر إلى غراب البين أنا بهالبيت وحدي وشيبت راس المصايب راحوا وخلوني غريب شبول غالب كل من سألني قلت أبو يا حسين غايب كل يوم أقول اليوم أبو يا يعود لي من سافر وما شوف منهم خبر جاني شيخ العشير حسين ضيعني ونسى وأنا علي له والمراض نحل عظامي مقدار عاين دورهم تبقى خلي وإن كان عندك خبار عنهم خي موين بل الله دي خبرني وظنك ناعي البين قال ها يا فاطم دم صبيل ما تم على حسين لا ترتجيه يعود إلى جياها الشمية ولي وعادوها لركب جياد العيس وعادا يا ياو جفوا الحشر ملقاهم وعادا أنا نذر علي لأن رجعا وعادا ورد الأزرع براضي والغاية الضريا لكن ما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال سيدنا ونبينا الأكرم صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صدق نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله لتعجيل الفرج ولقضاء الحوائج وشفاء المرضى نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد نلاحظ في هذا العالم الواسع انتشار كثير من الثقافات والعقائد والأفكار المنحرفة في السنوات السابقة إذا أراد شخص ما أن يتعرف على مثل هذه الثقافات ومثل هذه الأفكار والعقائد الباطلة يحتاج إلى أن يبتعد عن محيطه يذهب إلى أحد البلاد التي تتبنى مثل هذه الأفكار لكن في عالمنا الحاضر نجد هذه الثقافات وهذه الأفكار وهذه العقائد في متناول أيدينا في ظل هذا التقدم التقني في ظل هذه الشبكات اللامتناهية الشبكات العنكبوتية الأقمار الصناعية القنوات الفضائية بإمكانك وأنت جالس في دارك أن تتصفح العالم كله لا يحتاج إلى أن تبذل وتنفق المال من أجل أن تحصل على مثل هذه الأفكار وأنت في دارك بإمكانك أن تدخل إلى كل هذه المواقع وتنتقي ما شئت من هذه الأفكار المسمومة ما هو السبيل ما هو السلاح من أجل الذي نحارب به مثل هذه الأفكار الباطلة كيف نستطيع أن نحصن أنفسنا ونحصن أبناءنا من خطر تدفق مثل هذه الأفكار الباطلة الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إحنا شلون نتحصن ونحصن أهلنا طبعا نحن ولله الحمد أتباع أهل البيت لدينا وسيلة في غاية القوة نستطيع من خلالها أن نكبح جماح مثل هذه الأفكار المتنافرة هذه الأفكار المتدفقة من كل حد بن وصوب لدينا هذا المنبر الحسيني هذه المجالس التي تعقد بإسم أهل البيت وبإسم أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه فيها من الوعظ والإرشاد الذي نستطيع من خلاله أن نحافظ على أنفسنا وأن نحافظ على أبنائنا خصوصا في مثل هذه الأيام مئات المجالس في جميع أنحاء العالم تعقد ويذكر فيها الله عز وجل ويذكر فيها أهل البيت وفيها ذلك الوعظ وذلك الإرشاد نسبة كبيرة من معتقداتنا من أفكار أهل البيت ومن ثقافات أهل البيت ومن عقائد أهل البيت ومن فقه أهل البيت تطرح في مثل هذه المجالس أبناؤنا وللتوهم صغار يتعلموا ويتربوا في مثل هذه المجالس لذلك نراهم سنة بعد سنة يحافظون على هذه الفطرة التي تربوا عليها فمثل هذه المجالس فيها من الوعظ الكثير والكلمة الطيبة لها تأثير قوي على شخصية الإنسان واحد يجي يقول أنا عندي أموال كثيرة أستطيع أن أغير أفكار بعض الناس أن أحرف عقائد بعض الناس بالمال لا لا تستطيع ممكن هو يأخذ المال من أجل المال ولكن عقله اعتقاده فكره لا يتغير لكن بالكلمة الطيبة بالوعظ وبالإرشاد بإمكانك أن تغير إنسانا تنقله من ضلال الشك إلى نور العلم إلى نور الهداية يأتي رجل يدخل على الإمام الحسن سلام الله عليه بهدية قيمتها مئة درهم جاء بها إلى الإمام الحسن سلام الله عليه من باب أن الهدية تقرب القلوب ومن باب تهدوا تحبوا وهي مستحبة أخذها الإمام سلام الله عليه فقال له يا هذا أتريد أن أعطيك هدية تعادل عشرين ضعفا من هديتك أو أعلمك كلمة ترد بها شبهة فلان طبعا الإمام يعلم بإذن الله سبحانه وتعالى ويبدو أن هذا الشخص عند مشكلة في بلده مع آخر مخالف داخل يا في جدال في نقاش وما مستطيع أن يقنعه فقال له الإمام سلام الله عليه أتريد أن أعطيك هدية تعادل عشرين ضعفا من هديتك أو أعلمك كلمة فقال الرجل سيدي ومولاي أهذه الكلمة أفضل من عشرين ضعف من هديتي قال بل هي أعظم من الدنيا وما فيها يعني يريد أبين أن كلمة الهداية كلمة الواعظ كلمة الإرشاد فيها خير كثير ثمنها لا يقارن بثمن فقال إذن علمني يا ابن رسول الله همس في أذنه علمه كلمات ذهب إلى ذلك المخالف فصار يتحدث معه فأفحمه سيطر عليه فنقله من الشك إلى اليقين من الظلاف إلى النور من الجهل إلى العلم ثم جاء إلى الإمام الحسن سلام الله عليه الإمام بمجرد أن رأاه تبسم قال له يا هذا أأنت حتى تحدث أم أنا قال من فمك أحسن يا ابن رسول الله فقال له علم يا هذا لقد ربحت تجارتك ما تاجر أحد مثل ما تاجرت قال له كيف يا ابن رسول الله قال لقد ربحت مودة الله ورسوله ومودة علي ومودتنا أهل البيت بهذا الصنيع شلون الإمام سلام الله عليه يريد أن للكلمة الطيبة تأثير عظيم وثواب عظيم أيضا بإمكانك أن تغير إنسانا رأسا على عقب ومناهجنا كتب كتبنا مليئة بثقافات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يأتي رجل من الشام وكله حقد وضغين ضد علي وأبناء علي يجي إلى المدينة يدخل على الإمام الحسن سلام الله عليه فيبدأ بالسباب والشتم والإهانة لكن الإمام الحسن سلام الله عليه صار يستمع لكلماته بعد أن انتهى من هذه الكلمات قال الإمام سلام الله عليه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم يا هذا أظنك أظنك غريبة إن كنت محتاجا أعطيناك وإن كنت فقيرا أغنيناك وإن كنت طريدا آويناك إلى آخر هذه الكلمات الساحرة ذاك الإنسان أخذه الخجل والحياة ضعف أمام الإمام الحسن سلام الله عليه ومتعود على مثل هذه الكلمات هو جاي ومتعود على نفس السباب يعني عنده قابلية يسمع نفس الكلمات التي تلفظها فجأة وحده وإذا به يسمع مثل هذه الألفاظ الجيدة فصار يتوسل بالإمام سلام الله عليه أن يصفح وأن يعفو عنه بعد ذلك ماذا قال الله أعلم حيث يجعل رسالته فنحن نتعلم من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أهل البيت أرادوا أن يوصل إلينا الدين كما أراده الله سبحانه وتعالى لا كما أراده البشر فالهداية نور يقذفه الله في قلب من يشام فهذه الكلمة لها من الوزن الثقيل يجي على مستوى الأسرة أنت ما بأمكانك أن تمنع كل هذه الوسائل التي يستخدمها أولادك شبكات الأنترنت أجهزة التلفاز الموبايل وما أشبه أنت خب ما تقدر تمنعها وأنت تعلم أن فيها من السموم ومن الأفكار الضالة ومن الثقافات الباطلة لكن بإمكانك أن تتكلم بالكلمة الطيبة أن تعلمهم أفكار ومناهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تعطيهم حصانة تمنعهم عن الانحراف وعن الانزلاق وهذا هو السبيل خصوصا والأخوة في هذا العالم المنفتح فيه كل الثقافات وكل الأفكار وكل الاتجاهات هنا نحتاج إلى حصانة أكثر من أي بلد وماشاء الله كلكم متنورون ومطلعون ومتذينون وإن شاء الله كلنا نحافظ ونقي أنفسنا وأهلينا من هذه الشرور ومن هذه الأفكار السامة فالأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يريدون أن يعلمون هداية هداية البشر لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا واحد يجي يقول هذه الآية تتحدث من باب المزاج مجازيا لمن باب الحقيقة بالفعل هذه الآية تنطق بعين الحقيقة لأنه بمجرد أن يتجر إنسان ويقتل شخصا فكأنما قتل الإنسانية لأن الإنسانية متجذرة ومتوفرة في كل شخص بمجرد أن تقتل شخصا كأنك كسرت طوق الإنسانية ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إليها معنى ظاهري واحد يجي يقول معناها الظاهري إذا شفت واحد على فرض يريد يرمي نفسه من عمارة عشرين ثلاثين طابق إن تجيت وأنقذته هذا المعنى الظاهري لكن المعنى الواقع لا كما يقول الإمام الباقر سلام الله عليه أن تنقله من ظلمات الشك إلى نور العلم هذا الإحياء الحقيقي إذا أحييت نقلته من الظلمات من الشكوك من الجهل إلى النور وإلى العلم وإلى الهداية هذا هو الإحياء الحقيقي لذلك جاء عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت وهذه عبارات جميلة الإمام سلام الله عليه يقول تحصل من الثواب العظيم خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت الشمس مو فقط على كوكب الأرض تطلع لا على كل الكواكب فالله عز وجل يعطيك ثواب بمقدار كل هذه الكواكب ليش لأنك أهديت إنسانا والأقربون أولى بالمعروف نحن لازم نبدأ من أنفسنا من عوائلنا وبعدين ننتقل إلى الآخرين وكل ما نملك كل هذه الهداية كل هذه العظمة هي ببركة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وبالخصوص أبي عبد الله الحسين الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة وهذه كلمات رآها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مكتوب في ساق العرش كما جاء في حديث المعراج لما دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الرواية ينقلها ابن عساكر والمتق الهندي والمصادر المخالفة أيضا أنه لما عرج بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء وطوى السماوات وانفتح له ملكوت العلي الأعلى وتجاوز الملائكة ووصل إلى تلك المرقات التي لا يصل إليها جبرائيل وجد هناك مكتوبا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة فهذه كلمة عظيمة إن الحسين مصباح الهدى ما قال مصباح الهدى لو قال مصباح الهدى يعني ساوى الحسين بالآخرين قال مصباح الهدى حتى أن أهل اللغة يقولون إذا وضعت أل التعريف في اسم الجنس أفادت الشمول مصباح الهدى وسفينة النجاة أي كل هذه الهدى تنطوي تحت راية أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وقال سفينة النجاة مصباح سفينة نجاة إذا قال سفينة نجاة يعني كل السفن الموجودة هي بمثابة سفينة الحسين سلام الله عليه لكن ماذا قال الأم عليهم أفضل الصلاة والسلام كلنا سفن نجاة وسفينة الحسين أنجا وأسرع يصرحون بهذا الكلام سفينة الحسين أنجا وأسرع لذلك ينقل أن الجمل يطلق عليه سفينة الصحراء ليش الفكرة السائدة يسمى بسفينة الصحراء أنه يتحمل العطش عدة أيام وهذا الكلام ليس صحيح ليس فقط هذا يقولون أن الجمل لديه حاسة شم قوية فيشم الأسد على بعد خمسة أيام مسير خمسة أيام لذلك يأخذ براكبيه إلى طريق الأمان ما يودهم إلى هذا الطريق الوعر لذلك سمي بسفينة الصحراء فالحسين سلام الله عليه هو مصباح الهدى وسفينة النجاة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على منهج وأفكار أبي عبد الله الحسين وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لكن مع الأسف نرى أن هذه الأمة لم تعرف قيمة أبي عبد الله الحسين الذين عايشوا وعاشروه ما عرفوا قيمته سلام الله عليه يأتي الوليد ابن عتبة بعد أن أرسل إليه يزيد ابن معاوية أن خذ البيعة من الحسين وبالفعل أوصل الخطاب إلى الإمام الحسين يطلب منه البيعة الإمام سلام الله عليه جمع أصحاب وإخوت وكانوا تسعة عشر وقال لهم أنا ذاهب إلى هذا فإن رأيت وفإن سمعتم صوتي قد على فادخلوا وخلصوني منه الإمام الحسين سلام الله عليه ذهب وكان الوقت في الليل دخل إلى مجلس الوليد ابن عتبة كان هناك مروان ابن الحكم الإمام الحسين بمجرد أن دخل الوليد ابن عتبة قام له احترام واجلال أجلسه بجانبه أخرج له خطاب يزيد وطلب منه البيعة الإمام الحسين سلام الله عليه ماذا قال مثلي لا يبايع سرا ولكن ننظر إلى وقت الصبح وقت النهار إذا جئت وطلبت البيعة من الناس أكون معهم ليش أبايعك في السر قال حسنا كما أردت فالإمام سلام الله عليه أراد أن يخرج فقام مروان بن الحكام هذا الرجل الذي هو كتلة حقد وبغض لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فقال للوليد ابن عتبة إن فاتك الثعلب لا ترى إلا غبار خذ منه البيعة وإلا فاضرب عنق الإمام سلام الله عليه بمجرد أن سمع هذه الكلمات وقف التفت إلى مروان أتق كذبت والله أتقتلني أنت أم هو كذبت والله وأثمت ثم نظر إلى الوليد ابن عتبة وقال نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة بنا فتح الله وبنا يختم ويزيد رجل فاسق شارب للخمر ومثلي لا يبايع مثله ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالبيعة والخلافة ارتفع صوت الإمام سلام الله عليه فهجم إخوة الحسين يقدمهم أبو الفضل العباس فخلصوه من مجلس الوليد لكن الإمام الحسين سلام الله عليه بعد أن خرج من مجلس الوليد رأى أنه لابد من الخروج من مدينة جده رسول الله لابد من الخروج وإن كان الوقت ليلا متسترا بجنح الليل البهيم طيب يا أبا عبد الله ليش ما تنتظر إلى النهار لابد من الخروج ليلا وليش من المدينة حسين شاي الليل بضعون هاشم قام وينوحون لفراق ويودعون شالب ليل من يثرب تظن خايف طلع منها لا والمصطفى جده وضل عمه ومحسنه هاشم ماتها بالخوف لو يخطر على ظنه لكن للظلام اختار ويا حرم للكرار خايف لو طلع بنهار ليه الناس تتعن ولضعن يشوفون غيور هو بأبي وأمه فذهب إلى قبر أخيه الحسن يودعه ثم ذهب إلى قبر أمه الزهرى وادعها فذهب إلى قبر جده رسول الله جد يا رسول الله أنا الحسين فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفتني في أمتك فاشهد عليهم يا رسول الله فإنهم ضيعوني وخذلوني فهذه شكواي إليك حتى ألقاك بعد ذلك الإمام أغفى على قبر جده فرأى جده في المنام مع كتيبة من الملائكة ورعيل من الأنبياء فاحتضنه النبي الأكرام فقال له يا حسين كأني بي أراك مقتولا مذبوحا في أرض كرب وبلاء أنا مناد وحسين ضمني عندك يا جد في هذا الظريح عَلَّنِي يَا جَدُّ مِنْ بَلْوَا زَمَانِي أَسْتَرِهِ ضَاقَ بِي يَا جَدُّ مِنْ رَحْبِ الْفَضَا كُلُّ فَسِيهِ فَعَسَيهِ طَوْدُ الْأَسَيَنْ دَكُّ بَيْنَ الدِّكَّتِينَ وَإِمَامِي مَا تَضَامِي وَحُسَيْنُ جَدُّ صَفْوَ الْعَيْشِ مِنْ بَعْدِكَ بِالْأَكْدَارِ شِيب فَأَشَابَ الْهَمُّ رَأَسِي قَبْلَ أُبَّانِ الْمَشِيبِ فَعَلَى مِنْ دَخِلِ الْقَابْرِ بُكَاءٌ وَنَحِيبِ وَنِدَاءٌ بِافتِجَاعٍ يَا حَبِيبِ يا حسين بارك الله فيك ويا الحسين لا تبخل بهذه الصرخة أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء نبلاء لكن الماضي قليل بالذي قد أقبل فاتخذ ذرعيني من صبر وحزم سابغين وإمامي مات ضامي وحسين ستذوق الموتى ظلمان ضامياً في كربلاء وستبقى في ثراها عافراً منجدلة وكأني بلئي من أصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين وإمامي مات ضامي وحسين وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سغباً تستعطف القوم وقد عز المغيث قد برأ أجسامهن الضرب والسير الحذيث بينها السجاد بالأصفاد مغلول اليدين وإمامي مات ضامي وحسين أجركم الله ذهب إلى أهل بيته تجهزت المحامل استكت بعضها بعضا فصاحت النساء كل ينادي وحسين أجركم الله أراد الخروج تعلقت بأذياله ابنته فاطمة العليلة أبا لا تتركون وحيدة أبا لا تتركون غريبة لا طاقة لي على البقاء يا أبا يا حسين وياكم اخذوني عقبكم يا أهل تعمن عيوني عليلة بها البلد لا تخلوني عليلة والجسم يلضم بالسايا يا أهل عليلة والجسم يلضم يلضم بالسايا ناداها لحسين ودمعته تسيل يا بعده لسفرنا دربه طويل عليلة يا أبويا وجسم شنحيل هي أعلى مثلش يا أبويا السفر السفر يحرام ولي وراهم هلبوا الضيم خلوني وراهم بعد هيها تشوفنهم وراهم مذابيح والدار وراهم صدر حسين تحت الآية الأعوجية خرج الحسين من المدينة خائفة إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله أما يجيبه المضطر إذا دعاه ويكشب أما يجيبه المضطر إذا دعاه أما يجيبه المضطر إذا دعاه إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها واستر المستودع فيها فرج عنا يا الله اللهم ارحمنا برحمتك وادخلنا الفسيحة من جنتك جماعة الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا اقضي حوائجهم أدي ديونهم شافي مرضهم فك وسرهم يا الله المؤسسون لهذا العزاء اللهم احفظهم في أنفسهم وفي ولدهم وإلى أرواح موتهم وموتنا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتح مع الصلوات